تعد مقبرة سيدي يانس بمدينة الأغوات من أقدم المقابر بالولاية إلا أنها أصبحت اليوم لا تتسع لحاملها ما دفع ببعض المشايخ والآئمة إلى إطلاق نداء مساعدة بعد استفاء جميع التدابير القانونية مقبرة سيدي يانس في ولاية الأغوات هي من أقدم المقابر في هذه المدينة وقد أصبحت الآن لا تستوعب عدد أكبر مما هي عليه الآن ولذلك قد لاحت هذه السانحة وهذه الفرصة في قطعة أرض مجاورة لهذه المقبرة حتى هذه المصلة سيدي يانس كما تشاهدون الآن لم يستوعب أو لا يستطيع أن يستوعب جميع المصلين أن كل واحد يشري الميتر انتاعه راه الله ولله الحمد راه صدقة جارية على والديك صدقة جارية على نفسك فلهذا ماذا بينا كلنا نتجند قال تعالى ألم نجعل الأرض كفات أحياء وأمواتها هذه الأرض تحملنا على ظهورها في حياتنا وتحملنا في بطنها عند موتنا والولاية الأغوات ذاقت عليها المقبرة فصار المصلة لا يحتمل حتى ثلث المشيئين هذا وكان الشيخ عبد الباقي إمام مجد الإمام مالك أول المساهمين في هذا المشروع الخيري أولي تسع ما شاء الله واسعة كما ترون على مساحة ثلثة 1700 متر مربع مليون للمتر مربع فيا أحبابنا يا أهل الخير ثلثة 1700 محسن والله ما هي ثقيلة على أعليكم ورعاكم الله وأنا أولكم أول من يبدأ متر مربع هاي موجودة وتبقى الدعوة موجهة للمحسنين من أجل إنجاز هذا المشروع الخيري الذي من شأنه تقديم الكثير لسكان مدينة الأغوات حكيم بدران الأغوات للشروق نيوز